طيب هنروح لبطولة العالم الخماسي اللي بتتلعب دلوقتي الخماسي الحديث اللي بتتلعب دلوقتي المؤهلة لأولمبيات توكيو أربع لعبة من منتخبنا الوطن الخماسي الحديث صعدوا لنهايات بطولة العالم واللي بتتلعب هنا في مصر في الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري اللي احنا فيه طبعا على ملاعب استاد القاهرة الدولي هللاقي ان الرباي أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طاري وأحمد أشرف صعدوا لنهايات فرد الرجال اللي بيتلعب دلوقتي وهقول لكم أخبار حلوة البطولة بيشارك فيها 500 لعب ولعبة من 50 دولة وهي البطولة وهي البطولة الأهم في مشوار التأهيل للومبيات اللي جاية بإذن الله لأن أصحاب الأول 3 مراكز هتأهلوا على طول اللومبيات تاني أول تاني تالت هيروح للمبيات دايرك مصر أصلا ضمت المشاركة في الخماسي الحديث بلعب ولعبة بعد ما فازت هايدة عادل وشريف نظير بزهبية بطولة أفريقا طيب أقول لكم خبر حلو كمان إن أحمد الجندي اتأهل للمبيات توكيو ليه منذ دقائق خد برونزية بطولة العالم والتالت بيطلع ضيرك تعلطول على توكيو ألف مليون مبروك أحمد الجندي كمان أحمد أشرف اتأهل للمبيات توكيو منذ دقائق أو لحظات طب اتأهل ليه هو خد رابع طب يا هيسم انت بتقولين أول وتاني وتالت هم اللي بتأهلوا طب ده خد رابع يتأهل ازاي الأول تأهل من قبل كده لتوكيو فياخدوا التاني والتالت والرابع ألف مليون مبروك أحمد الجندي وألف مليون مبروك أحمد أشرف وكمان مبروك هايد عادل والشريف نظير وأكيد هيكون معنا المهندي شريف عريان رئيس الاتحاد هنعرف منه طموحاته في المبيات توكيو عشان الاتحاد ده واللعبة دي مرشحة لحصد أكتر من مديليا في الأولمبيات